لم يكن الوضع الصحي في اليمن جيدا قبل انقلاب سبتمبر 2014 لكنه صار اكثر سوءا بسبب التداعيات التي فرضتها ظروف الانقلاب على الدولة وما جلبته من حرب ودمار وتعطيل لما كان متوفرا من الحد الادنى من المقاومات والبنى التحتية في ظل هذا الوضع المؤسف تضاعفت ارقام المتضررين نتيجة هذا التدهور المتسارع ذو الامراض المزمنة هم اكثر الفئات دفعا للثمن الابهض نتيجة تتوقف انتظام وصول الجرعات اللازمة من العلاجات الضرورية والتي كانت تتحمل الدولة قيمتها او تحصل عليها بانتظام عبر اتفاقات التعاون مع الجهات الدولية المعنية بالرعاية الانسانية تعقيدات حركة الطيران وسيطرة الميليشيا على المنافذ اضافة الى عجز وتقصير الحكومة الشرعية عوامل تكالمت على دوي الامراض المزمنة سيما المرضى الفقراء منهم ففي الحديدة مثلا وهي ثاني اكبر المحافظات سكانا يعاني اربعة الاف وخمسمائة مصاب بالسرطان فضلا عن مئات المصابين بامراض الدم الوراثية من ندرة وانعدام الخدمات والعلاجات اللازمة اضافة الى قرابة 1400 مبتل بامراض الكلة تصبح حياتهم مهددة من قطاع مولدات الكهرباء وانعدام المحروقات نهيك عن نفاذ مخزون الادوات اللازمة للاستصفاء الدموي واكثر منهم جميعا ضحايا السكر وامراض الضغط المتزايدين الذين تسهم الاوضاع في تزايدهم بشكل ملحوظ وضع مأساوي يتجاوز الحديدة الى اغلب المحافظات سواء تلك التي تحت سلطة الشرعية او سيطرة الميليشيا الامر الذي يستدعي تدخلا انسانيا على المستوى الاقليمي والدولي لانقاذ حياة الاف اليمنيين المغلوبين على امرهم